اليوم موجودين زي ما حكى هيثم بالويب دي رح نتعرف على مبادرة مهمة جدا ومبادرة عم بتساعد الشباب الأردني ليلتحق بسوق العمل من خلال توفير عدد كبير من فرص العمل لنتعرف أكتر عن مبادرة شغلني بدي أرحب بضيفتي الرائعة والناشطة الاجتماعية رواند عيبس صباح الخير روان صباح الخير أهلين تامر كيف حالك؟ الحمد لله تمام قبل روان ما نتعرف على مبادرة شغلني حابب نعرف كل المشاهدين على رواند عيبس الناشطة الاجتماعية يصعد صباحكم وصباح جميع المشاهدين بقناة رؤية زي ما حكيت أنا اسمي رواند عيبس بديش أسمي حالي ناشطة لكن أنا عندي شغف بالعمل التطوعي ومساعدة الناس فأنا من هاي النقطة الإشي اللي أنا تربيت عليه واشتغلت وخصوصاً إن هذا الإشي أنا تعلمته بكنيسي وبعملي مع الشبيب في الأردن هذا كتير ساعدني لأكون بحب هذا العمال وبحب كتير لمساعدة الناس فمن هون انطلقت فكرة المبادرة تبعتي روان مبادرة تشغلني مبادرة إذا بنا نحكي حساسة بالمضمون مبادرة عم بتوفر فرص عمل في ظل ظروف مش سهلة في ظل تعطش كبير من الشباب الأردني لا يلتحق بسوق العمل هالمبادرة كيف انطلقت؟ كيف تأسست؟ وحكي لنا يعني باختصار عن المبادرة مبادرة تشغلني انطلقت بال2017 هي كانت فكرة كتير صغيرة كانت من المحيط طبعي إنه إذا في حواليكي حدا دارس محاسبة مثلا حدا عنده HR دارس فأنا بلشت أعلن للمحيط على الحسابات الشخصية تبعتي للمحيط الأشخاص اللي أنا بعرفهم إنه إذا حدا دارس محاسبة بقدم على هاي الوظيفة وقتها لقيت في استجابة كتير للناس إنه صار يقولوا إذا في عندك وظيفة لأبني أو في عندي أنا دارس كذا فحست إنه في حاجة ليكون هذا الربط والتشبيك فبلشت المبادرة بال2017 بهاي الفكرة الصغيرة وبلشت تكبر شوي شوي مع السنوات طب روان ربط الشباب الأردني بسوق العمل كمان مهمة مو سهلة الجمع ما بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل كمان من الأشياء اللي بعاني منها بجوز المجتمع بشكل كبير بس بناء الثقة ما بينك وبين الباحثين عن العمل وما بينك وما بين أصحاب العمل كيف نشأت هاي العلاقة اللي من خلالها صارت روان ومبادرة شغلني هي بجوز مصدر الهام لعدد كبير من الشباب بالبداية أكيد كان في خطر رست كتير كبير بنوعية الوظائف اللي بنزلها لأنه مش كل الوظائف أنا كنت بعرفها يعني كنت أنا الطريقة اللي بدور فيها على الوظائف بالبداية أخذ الوظائف الموجودة بالجريدة لأشخاص مثلا على السوشال ميديا موجودين بنزلوا دائما بشكل يومي هلا أنا ما كنت كتير بعرف هاي الوظائف وقداش مدى مصدقيتها فبالبداية وجهت هاي الصعوبة لكن مع الوقت مع السنين صار عندي داتة كتير كبيرة من شركات من أشخاص عرفوني فصار أي وظيفة بيصير موجودة عندهم بالشركة على طول يتواصلوا معي بعتولي إياها هاي من ناحية الشركات من ناحية الأشخاص لأي شخص باحث عن العمل لما بيبعث سيفي وبلاقي فيه استجابة إنه إذا بيحكوا معاه تليفون إنه تفضل تأمل مقابلة هذا ببني ثقة بالمحتوى الموجود جوى المبادرة فنشكر الله بعد نحكي ست سنين صار عندي هاي الثقة بين وبين المتابعين اللي موجودين عندي على الوسائل للتواصل الاجتماعي إنه هاي المبادرة موجودة هي حقيقية وعم بتنزل وظائف عم من خلالها عم منروح من قابل ومنعمل حتى لو ما نجحنا لكن عم من قابل ويكون فيه فرصة طبعا روان مبادرة شغلني اعتمدت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وهذا بعزز مفهوم the power of social media أو تأثير هاي وسائل التواصل الاجتماعي على التواصل ما بين الأشخاص كافة بلشتي فقط على وسائل التواصل الاجتماعي كيف قدرتي أيضا تعملي عدد كبير من الفولورز أو من الناس اللي عم بيتابعوا هاي الصفحات لرواند عيبس وتحت اسم مبادرة شغلني نعم بلشت عن طريق وسائل التواصل فيسبوك لسنابشات انستجرام كان في صفحة موجودة لكن للأسف هي تسكرت لأسباب تقنية كان عليها تقريبا متابعين خمسين ألف الشغل على السوشال ميديا مو سهل لكن أنا كان عندي هذا الفكر إنه لما ربنا بحط قدامنا هاي الوسائل الموجودة نستخدمها لخدمة وخدمة الآخرين فأنا لقيت أنجح وسيلة اللي هاي موجودة بالوقت الحاضر هي هاي الوسائل هي متوفرة بين إيدان الجميع فلقيت إنه عليها إقبال كتير كبير عليها ناس بتدل على ناس طلعت أكتر من مرة على الإذاعات على التلفزيون عملت مقابلات فبلشت شوي شوي تنعرف فصارت الناس على طول تعرف إنه فيه إشي اسمه مبادرة شغلني موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي بتفوت عليها بتتابع الوظائف اللي بنزلها بشكل يومي الغاء صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي بتضم 50 ألف متابع بجوز في مرحلة معينة من مرحل المبادرة هي بجوز بتكون معيقة فممكن تحكي لي أكتر كيف قدرت تتخطي بشكل سريع هذا المعيقات وتحوليه أيضا لأسباب نجاح يعني بالبداية أكيد زعلت لأنه عم بحكي عن تعب من 2017 لكن دم الإنسان اللي عنده هدف المفروض أنه داماً يتفرج عليه رح يكون فيه كتير صعوبات بالطريق فأنا قلت مش مشكلة هدفي مش أنه أجمع أكتر متابعي لا هدفي أنه الموجودين عندي هم يستفيدوا من هاي الوظائف ويلاقوا فرص عمل فأنا انطلقت من السفر خليل نحكي مرة تانية عملت صفحة جديدة على الفيسبوك بلش أنزل عليها اللي مهتم بهذا البارت المعين الموجود عندي بالإشي اللي بنزله بالوظائف وأكيد رح يلاقيني على الفيسبوك ورح يعمل فولو لإلها وحتى يتابع كل وظيفة أنا بنت موجودي على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأي شخص بيتابعنا وحابب أنه يتعرف أكتر على مبادرة شغلني وعلى روان دعيبس بقدر يتابعك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تحت مو اسم مبادرة شغلني وروان جوبس روان أنا بدي أتشكرك كتير بدي دائماً رح نظلنا موجودين معاك نتابعك الأشخاص اللي مثلك هم مصدر إلهام وفخر لإلنا شكراً كتير لو وجودك معنا اليوم يعطيك ألف عافية الله يعطيك شكراً جزيلاً لكم أنا بدي أرجع لستوديوهات دنيا يا دنيا ودانا صباح الخير لإلك وبدي أرجع لإلك بالستوديو ووعدكم الأسبوع الجاي رح نكون أيضاً بمبادرات جديدة بتفيد كل الشباب الأردني شكراً كتير إلك تامر يعطيك ألف عافية ولو ضيفتك ودائماً إحنا من آمن مغبوط العطاء أكثر من الأخت وثقافة العطاء من الشباب للشباب هي بالفعل محتاجها بالوقت الحالي